ماذا أن بدأت إسرائيل بالتقدم إلى رفح؟ كيف تعتقد ستكون ردة فعل الفصائل في المنطقة أو إيران؟ خاصة وأن إيران هجومها لم يكن ناجحا بشكل كبير على إسرائيل مقارنة بما قامت به إسرائيل على إيران على منظومات الأس 300 تحديدا وتحدثنا عن هذه المسألة سابقا وعن المفاعل النووي هل تعتقد أن الأمور ستبقى من ضمن قواعد الاشتباك؟ أو ممكن الأمور أن تتصاعد بشكل خطير وندخل أخطر مراحل التصعيد في منطقة الشرق الأوسط مع رغبة إسرائيل بالتقدم لرفح؟ يعني كيف تقرأ الموقف القادم؟ كل الأمر يعتمد على رئيس الوزراء نتنياهو فإذا قال بأن سنغزو الرفح ولا أبالي كيف تقومون بذلك وكم مدنيا يقتل ولا أبالي كم من رهائن لدينا سيقتلون ولكن من المهم أو الأكثر أهمية لنا هزيمة حماس وبنية التحتية وعلى الصعيد الآخر إذا لم تكن هناك استجابة جيدة من حماس لنتنياهو أو استجابة معقولة لجهود السلام ومساعي السلام الأخيرة التي أطلقها ويخبر الأمريكان بأنهم ملتزم بشروطهم بأنهم ينبغي أن ينصبوا مآوي للاجئين بالغذاء والأدوية ثم يهاجمون رفح بالأخذ من الاعتبار قواعد الاشتباك هنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستدعمهم وكذلك أعتقد بأن العالم بشكل عام سيدعم الهجوم على رفح إذا تم القيام به بالحد الأدنى من الإصابات بين المدنيين اشتركوا في القناة